جيميا عايزك مش عايزك انا عارف ان انت اللي عايز مش انا اللي عايز وان كنت انا عايز جدا يعني رامي ربيعة رامي ربيعة مدهش مبهر ودايما عندي حالة كده الفكرة انه رامي ربيعة كمان ملهم ده واحد كان عنده يصابات كثيرة جدا بتاعت تماما عن التشكية الاسية للنادي الاهلي كان على وشك الخروج من النادي الاهلي ويعمل كامباك تاريخي على مستوى التشكية الاسية في النادي الاهلي واهميته في التشكية الاسية وايضا على مستوى التشكيل الأساسي من منتخب مصر عمل كومباك على نفسه طبعا ده الأهم وعمل كومباك على كل اللعيبة اللي بتلعب في المركز ده في مصر مع خروج محمد عبد المنعم كمان للإحتراف والحالة اللي عليها رامي خلت كابتن حسام حسن بيثق فيه تماما حتى مع عدم قدوم محمد عبد المنعم في التوقف اللي فات هو الرجل اللي ثابت وبفكر مين يلعب جنب ولا لعب حمدي ولا لعب رجل أصلا سنتر باك بتكلم كمان على أرقام هجومية مميزة جدا ما شفتهاش لرامي لما بعض دور على أهداف رامي كان مدور على بعض الأهداف لرامي كلها 2013 2014 2015 فترة دي هي اللي سجل فيها أهداف كتير لو نستعرف بقى آخر سبع مباريات أرقام عظيمة جدا هو واخد دور وسام وشام المكر كتعطلنا شوية الماتش اللي فاته النهاردة سجل هدف فهو واخد دور وسام النهاردة واخد دور وسام في المباريات الأخيرة سواء مع الأهل أو مع منتخب مصر بالمناسبة لو نستعرف بعض الأرقام اللي عملها عملها رامي في الست مواجهات الأخيرة عنده خمس إسهامات يعني انت عارف آخر ست مواجهات يا كريم عنده خمس إسهامات الراجل عامل خمس إسهامات بسجل أربع أهداف وصنع هدف ده آخر خمس مواجهات ده دي في 2024 الراجل مسائم في سبع أهداف سجل خمسة وصنع اتنين سجل خمسة آخر ست مباريات سجل أربعة وصنع واحد يعني هم ساهم في خمس أهداف ساهم في خمسة في آخر ست مباريات في مواجهبين كتير مش مواجهبين كتير في مصر عمل الرقم ده في آخر خمس مباريات بالمناسبة يعني حتى تريزيجيو صلاح مع المنتخب في المباراتين الأرقام نفس المعدلات يعني سجل في آخر سبع مباريات سجل سبع ساهم في سبع سجل خمسة وصنع اتنين سجل قدام المقاولين سجل قدام كرواتيا في البطولة مع منتخب مصر سجل قدام الرأس الأخدر سجل أمام جرمايا زهابا إيابا بالمناسبة سجل في مبارات كينيا وسجل النهاردة صنع أمام بلدية المحلة وأخيرا صنع أمام بسوانا في نفس التوقف اللي فات يعني في المباراة الأولى سجل في المباراة الثانية صنع نهاردة بعد عودته على طول من منتخب مصر بيسجل في مبارات الذهاب خارج الأرض بالقدم بيسجل في العودة بالرأس ولا ننسى أن هدف مهم جدا للنادي الأهلي أمام الترجي اللي حسن بيبطولة أفريقيا كان برأسية من رامي ربيع خدمته لكن في النهاية تحسب له رامي ربيع فالراجي من وقت ما سجل مع الترجي وهو بقى ضيف دائم معانا في كل الحلقات اللي فاتت رامي ربيع رقم مهم جدا مش بس على الصعيد الدفاعي وعلى صعيد الخروج بالكرة ونقطة أخيرة تخص رامي ربيع عشان ما طولش كان معانا لها صورتين بس عشان ما طولش ما عليش اشتعبان ما عليش اشتعبان جامل 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 اهو كده اهو كده بشتعباني مش نحسدك تاني خلاص يا جامل اتفضل ان رامي ربيع معانا وقت النهاردة اتغير مكانه اتغير مكانه الشوت الاول غيروا لأن الاهلي كان عنده مشكلة في خروج بكرة وتعملت عليه كورتين خطرتين في الشوت الاول غير مكانه مرسل كلر للشوت التاني عشان عملية الخروج بالأجمع يبع عنده نحية فايحة يا طاعة الله بيقدر يعمل الدريبنج والتدرج بشكل جيد ونحية التانية راجع رابرة بها نحية تليبين عشان يخرج بشكل جيد فباش بس هو بيدافع بشكل كويس بيسجل بشكل كويس لأ رقم مهم جدا في التدرج وعملية بناء الهجمة في النادي الان اشتركوا في القناة رابعتنا للعصيismo بلوثي في الأن